أكد المعهد المالي البريطاني ذي بانكر أن مصر لا تزال تبرز كواحدة من النقاط الساخن الرئيسية للاستثمار في أفريقيا وقال المعهد البريطاني في تقرير أن المستويات الصحية لنشاط الاندماج والاستحواذ في مصر تتناقض مع معظم بقية القارة تماشيا مع الاتجاهات الدولية حيث شهدت أفريقيا تراجعا في هذا النشاط خلال عام 2022 بعد انفجار السفقات في عام 2021 ومع ذلك لا يزال نشاط الاندماج والاستحواذ يتمتع بصحة جيدة في قطاعي التمويل والتكنولوجيا المالية في القارة وفي حين يتركز جزء كبير من هذا النشاط على مصر